السلام عليكم ازايكم من سنة اولى يارب تكونوا بخير معاكو زي مراتكم ايه الشام في الفرعة الخامسة وان شاء الله دلوقتي هنتكلم عن السي بيل بتاع البلور ايفيوجن اعذروني لو في سوط حوالي عشان والله حاولت اسجل في هدوء بس ما عرفتش بسم الله الرحمن الرحيم في الاول خالص عادينا نعرف يعني ايه بلورا البلورا دي عبارة عن الممبرين اللي بيكوفر اللنج يعني ايه؟ هو في الحقيقة هي اتنين ممبرين زي مش واحد فيه ممبرين لازق في اللنج مباشرة وفيه ممبرين لازق في الحاجات اللي حوالي اللنج فالاتنين ممبرين دول في بينهم مسافة كده مسافة دي اسمها البلورال سبيس او البلورال كافتي فلو بصينا على الصورة دي بصوا هنلاقي ان جزء الاحمر الداكن ده ده جزء البلورا اللي لازق في اللنج على طول اسمها فيزرال بلورا طيب ولولا حزنا هنلاقي في خطة بيض رفيع كده فوق اللون الموف ده اهو الخط ده هو البلورا اللي لازقه في الحاجات اللي حواليين اللنج اسمها برايتل بلورا جزء الموف اللي في النص ده بقى البلورال كافتي او البلورال سبيس وده بيبقى فيه فليود حجمه من 10 ل 20 مل تمام يبقى استفيد ايه من السلايد دي؟ ان البلور عبارة عن اتنين ممبرينز محواطين اللنج ممبرين لازق في اللنج على طول اسمه بزرال بلورا وممبرين لازق في اللنج اللي حوالي اللنج اسم برايتل بلورا في بينهم كافتي اسمه البلورال كافتي او البلورال سبيس وبقى فيه فليود حجمه من 10 ل 20 مل البرايتل بلورا بقى لها اسم على حسب المكان اللي هي لازق فيه يعني ايه مي بصوا لو بصنا على الصورة دي هنلاحظ ان عارفين الجزء الاخضر اللي فيه ده والجزء الموف ده والجزء اللازرق اللي تحت ده وكمان الجزء الاحمر ده اهو الحاجات دي دي عبارة عن البرايتل بلورا كلهم على بعد كده البرايتل بلورا اللي هي المحواطة اللازرقشورز اللي حوالي اللنج طيب الجزء اللازرق بقى اللي هو جوه ده اللي هو محواط اللنج نفسه اسمه بزرال بلورا البرايتل بقى اللي برا دي كل لون محوط جزء معين فليه اسمه معين ازاي؟ يعني بصوا الجزء الاخضر اللي فوق ده اسمه سيرفايكال بلورا اسمه سيرفايكال بلورا في الحتة في الايبكس بتاع اللنج تمام؟ عند منطقة ايه السيرفايكال كده طيب جزء الموف بقى ده ده بيبقى لازق في السوراس الكيتش يعني في القفص الصدري عند الريبس كده فاسمه سراسك بلورا تمام؟ او كوستل بلورا يعني ايه كوستل كوستل اللي هي الريبس تمام؟ جزء الازرق اللي تحت ده بقى استاندوا بصنافها الصورة جزء الازرق اللي تحت ده ده لازق في الايه؟ في الديافرام الجزء البني ده الديافرام فلازق في الديافرام اسمه ديافراجماتيك بلورا طب اللحمر ده اللحمر ده لازق فيه الميدياستاينل اللي هي منطقة الهارت والحاجات اللي حواني الهارت فاسمه ميدياستاينل بلورا تمام؟ يبقى تاني البرايتة البلورا على حسب المكان اللي هي موجودة فيه بيبقى ليها اسم لو هي محوطة او لازق في الصورة الكيتش بيبقى اسمها ايه؟ اسمها كوستل بلورا او صورة بلورا كوستل كوستل عشان الريبس طب لو هي لازق في الديافرام من تحت اسمها ايه؟ اسمها ديافراجماتيك بلورا طب لو هي لازق في الميدياستاينل اسمها ميدياستاينل بلورا بس دي الصورة الموجودة عندكم في المحاجرة نفس الكلام عند الايبكس كده هنا كده لزقة في الريبس اسمها كوستل بلورة تحت هي لزقة في الديفرين اسمها ديفراجماتيك بلورة الأصفر اللي جواه ده لزقة في الميديا ستاينام أو الهارت هو اللي حواليه فاسمها ميديا ستاينام بلورة ده بقى الكلام النظر اللي احنا لست قيلين بيقول لك الاناتم بتاع البلورة بتتقسم فيزرى البلورة وبراية البلورة فيزرى البلورة بيكوفرز الانتاير سيرفس افزا ايه لانج طب البراية البلورة دي لينز الانر سيرفس اف شيستول اهي مغطية شيستول مغطية الميديا ستاينام ومغطية الديفرين and named according to الايه السيرفس ليننج يعني على حسب هي موجودة فين فاسمها كوستل بلورة لو موجودة لين للسراس الكيج واسمها ديفراجماتيك بلورة لو لينز الديفرين اسمها ميديا ستاينا البلورة لو عاملة لينز ال ايه للميديا ستاينا بيقولك بقى ان الاتنين بلورة دول لو بصنا على الصورة دي بيتلاقوا مع بعض او الاتنين من برينز بيتلاقوا مع بعض هنا كده بنلاقي اليمة دي اتحدت مع اليمة دي في الحتة دي تمام انما في بقية الاجزاء هو في بينهم اسبيس زي هنا كده اهو في بقية الاجزاء في بينهم ايه اسبيس اللي هو الموف اللي جوا ده انما في الحتة دي الاتنين بيقول لازقين في بعض الحتة دي طيب نقرأ بقى الكلام بيقولك ان الفلاود كميته هو 10 ل 20 مل طيب ايه اللي بينتج الفلاود ده حاجة اسمها الميزو سيليال سيلز اللي بقى اللي بينتج البلور فلاود اسمها ميزو سيليال سيلز طيب ايه فايدة الفلاود ده الفلاود فايدته ان هو بيعمل يعني ايه لابريكيشن يعني حاجة زي كده ايه بيمنع احتكاك اللي اتنين من برينز مع بعض لما اللونج تيجي تتحرك اللونج بقى بتاخد انسبايريشن واكسبايريشن انسبايريشن واكسبايريشن فلو ما فيش فلاود بينتنين من برينز دول هللي قوم بيحتكوا ببعض كده ايه وهو وحنا بنتنفس فالفلاود ده فايدته ان هو بيعمل يعني ايه الفلاود ده مش موجود بس كده يعني هو مش فلاود ومش بيتغير لأ مش حاجة سابتة ومش بيتغير لأ الفلاود ده بيتغير كل شوية بيدخل فلاود ويخرج فلاود بس بنحافظ على كميته اللي هي من عشر لعشرين ملي طيب بيقولك بقى زي ما قلنا هو وظيفته ان هو بيعمل يعني بيرطب كده بين الاتنين من برينز فبالتالي بيسهل تاني نقطة فيه بيقولك هو بيترانسيميت الفورس جنريتت باي رسبيراتوري مصل طولنج يعني ايه انا دلوقتي عشان اعمل اللي بيتحرك اللي هي العضلات بتاعة التنفس اللي هي برا فالعضلات دي عشان الكوة بتاعتها تتنقل للنج تتنقل عن طريق البروري سبيس ده يبقى تاني البروري سبيس فيه فليود كميته من عشر لعشرين ملي الفليود ده اللي بينتجه خلايا اسمها الميزو سيليال سيلز طيب ايه فايدت بقى البروري فليود ده حاكتين ان هو بيعمل لابريكنت يعني بيسهل الموفمينت بتاع اللونج وبينقل القوة بتاعة الرسبيراتوري مصل تمام دلوقتي محتاجين نعرف يعني ايه هيدروستاتيك ويعني ايه انكوتيك بريجر عشان نفهم الكلام اللي جاي بعد كده لو بصنا على الرسمة هلاقيني ده ارتري وده فين وده كابيلري والمنطقة دي كده ودي اسمها الانترستيشيال سبيس يعني ايه انترستيشيال سبيس يعني المكان اللي بين الكابيلري والسيلز اللي هيغزيها او بين السيلز وبعضها المهم دلوقتي الدم وهو ماشي جوه الكابيلري كده ليه ضغط معين ده اللي هو ضغط الدم اللي هو البلاد بريجر اللي عادي مافيش مشكلة طيب عايزين برضو ناخد بالنا ان الجزء الموف ده ده مش جزء متصل بالشكل ده خالص لا ده جزء ده هو عامل كده يعني فيه فراغات فيه فيه بورز فالدم بقى وهو ماشي جوه الكابيلري كده بيبدأ منه شوية فلاود كده يروحه خارجين من البورز الكوة بقى اللي بتخرجلي الفلاود من الكابيلري بالنسبة للانترستيشال اس بيس طيب بالنسبة للانكوتك بقى الانكوتك بريجر او الانكوتك فورس اسمه التاني الاسموتك بريجر كلمة اسموتك دي بتفكرنا بالاسمولارتي فاكرين لما كنا الخاصية الاسموذية اللي كنا بنقول فيها ان الميا بتتنقل من المكان اللي فيه تركيز قليل للأملاح عالي للميا للمكان اللي فيه تركيز عالي للأملاح قليل للميا تاني الميا او الفلاودز بتتنقل من التركيز القليل للأملاح عالي للميا للتركيز العالي للأملاح وقليل للميا تمام تطبق تبقى على البروت فيزنز الكابيلري فيه بروتينز البروتينز دي لو تركيزها زاد بتبقى محتاجة ميا فتروح سحبة مية من الانترستيشفلفلود مدخله جوه الكابيلري الفورس دي اسمه أونكوتيك فورس أو أونكوتيك او أسموتك فورس يعني الأسموتك فورس أو الأونكوتيك فورس هي الفورس اللي بتنقل الفلاود من الانترستيشيال سبيس تدخله لجوه البلود يبقى الفرق بين الهايدرستاتيك والانكوتك ان الهايدرستاتيك هي الفورس اللي بتنقلي الفلاود من جوه البلود فيزل تخرجه بره وان الانكوتك فورس هي الفورس اللي بتنقلي الفلاود من بره البلود فيزل وتروح مدخله جوه عندي بقى دي الصورة اللي موجودة في المحاضرة نفس فكرة الصورة اللي فاتت بالزبط اللي بيحصل فيها إن دي اللانج وده الشستول والبلورا اللي لزق في اللانج على طول اسمها فزرابلورا والبلورا اللي لزق في الشستول اسمها برايتة البلورا واللي في النص بينهم ده البلورال البيحصل كالتالي إن الدم ماشي في الكابيلري ده أو الكابيلري ده ماشي بضغط معين يبدأ بقى بالهايدروستاتك بريجر يرشح شوية فلاوت تخرج من الكابيلاري وتدخل فيه اللي هو كان في الصورة اللي فاتت تمام فلما يخرج فلاويد من من الكابيلاري يبدأ يزيد تركيز البروتينات في الفيزل وال في البلوت فيزل فلما تركيز البروتينات يزيد تبدأ الانكوتج بريجر تشتغل وتدخلي فلاويد من جوه البلوت فيزل تاني نقول سريعا بقى احنا قلنا ايه احنا قلنا ان البلورة بتتكوّم من طول ممبراينز ممبراين لازق في اللونج نفسها اسمه فيزرال بلورة وممبراين لازق في الستركشورز اللي حوالين اللونج اسمه برايتل بلورة وقلنا ان البرايتل على حسب المكان اللي هو موجود فيه بيبقى ليه اسم فعندي كوستال بلورة وده يفراجماتك بلورة ومدياستاينا البلورة وان كمية الفلاود الموجود في البلوري سبيس من 10 إلى 20 ميلي سكريتب بي السيلز اسمها الميديو سيليال سيلز وان اهمية البلورة الفلاود ده ان هو بيشتغل كالابريكند يعني حاجة بتسهل حركة اللونج وكمان بيشتغل بانه ينقل القوة من العضلات بتاعت التنفس للونج نفسها عشان تعمل ايه؟ انسبايريشن واكس بايريشن وقلنا الفرق بين الهايدروستاتيك والانكوتك بريجرز بان الهايدروستاتيك بريجر او الهايدروستاتيك فورس هي القوة اللي بتنقل الفلاود من جوة البلود بيزل بتخرجها لي في الانترستيشل سبيس وان الانكوتك بريجر هي القوة اللي بتدخلي الفلاود من الانترستيشل سبيس جوة ايه؟ البلود بيزل ندخل بقى على عنوان المحاضرة بتاعتنا هو البلورال افيوجن يعني ايه بلورال افيوجن؟ افيوجن معناها ان فيه فلاود متجمع فبلورال افيوجن معناها ان انا عندي اكميليشن لفلاود في البلورال سبيس بس مور زان نورمل احنا قلنا النورمل من عشر عشرين ميلي فهيبقى ايه؟ مور زان نورمل طيب نوع الفلاود ده بقى الفلاود ده ممكن يبقى بلود فبيبقى اسمه نيمو سوركس احنا عارفين هيمو سوركس نيمو يعني بلود فهيمو سوركس يعني بلود جوة ايه؟ البلورال سبيس ممكن يبقى بس فبيبقى اسمه امباي ماباس اللي هو السديد طب ممكن يبقى فيود مع اير فبيبقى اسمه هايدر نيمو سوركس هايدر ده معناها فلاود ونيمو معناها اير ففلاود واير اسمه هايدر نيمو سوركس ممكن يبقى كيل الكيل ده عبارة عن ايه؟ ملكي فلاود كده بيتكون من فاتس وليمث وكده فلما يبقى كاي اللي متجمع فيivelية بيبقى اسمه إيه؟ كايلو سوركس نجيبها للباسوجينسيس بتاع البلور الفيوجه اللي يخلي أصلا الفليوت يتجمع في البلورية سبيس اللي يخليه يتجمع أنه الفيليوت اللي جوهه البلورية سبيس ده مش هو موجود ومش بيتغير مش بيتغير يعني مش بيتجدد لا بيتجدد بيتجدد إزاي أنه في كمية فليوت بتدخل من البلوت فيزل بتدخل جوه البلورية سبيس وبعد كده فيه تمية فلود قصدها بتخرج فالكمية اللي دخل قد الكمية اللي خرجها فبحافظ على الكمية الفلود الموجودة في البروريس بيس من 10 ل 20 ميلي لو دخلت كمية زيادة أو معرفتش أخرج الكمية اللي دخلت دي يحصل لي إيه البلورال إفيوجا فبيقولك في السلايد دي إن البلورال من برينز سيمي بيرميابل سيمي بيرميابل يعني فيها بورز بتدخل فلود وتخرج فلود ففي كمية من الفلود بيقولك small amount of fluid continuously escape out of the blood vessels تمام قلنا بتخرج من البلود vessels through the barital blura يعني من حوالين اللونج وبعد كده تقوم الفيزرال بلورة بقى واغضة absorbs الفلود دي وبعد كده بتوديها لللمفاتيك system and return to blood and so on يعني شوية فلود بيدخلوا من الكابيلرز اللي حوالين البلورة دخلين في البلوري سبيس وبعد كده الفيزرال بلورة بتروح واغضاهم وبتروح مودياهم ليه الانفاتيك system والانفاتيك system يرجحهم للدم وهكذا فيبقى موجود عندي البلورة الفلود ده في حالة تجدد ايه؟ مستمر اللي بيحافظ بقى عليه هو ان الريد بتاع الانتري يعني معدل الدخول والإفلاكس اللي هو معدل الخروج equal الاتنين قد بعد بالزبط كمية اللي بتدخل هي كمية ايه اللي بتخرج فانا بحافظ على الكمية الفلود جوه البلوري سبيس واحدة اللي هي من 10 ل 20 ايه ميلي بقولك ان الاكليبريم ده اللي هو حالة التوازن دي سببها انه بي فيه بالانس ميشي البالانس ده بتوين ايه؟ الهايدروستاتيك بريجر اللي هو بيدخل لي فلود جوه البلوري سبيس والانكوتك بريجر اللي هو أصلا بياخد لي الفلود من ايه؟ البلوري سبيس الاتنين دول اسمهم ستارلين فورسز يعني الستارلين فورسز دول لازم يكونوا الاتنين وبيساوا بعض فبيدخل كمية الفلود عن طريق الهايدروستاتيك فورس جوه البلوري سبيس بمعدل نفس المعدل ده بيخرج بيه الفلود عن طريق الانكوتك ايه؟ آآ فورس نقدر دلوقتي بقى نستنتج اسباب البلورال افيوجي ايه الاسباب بقى؟ واحد ان انا يبقى عندي في الستارلين فورسز اللي هم زيادة في الهايدروستاتيك بريجر او ديكريز في الانكوتك بريجر يعني يا اما الهايدروستاتيك بريجر زايد فرشح كمية فلود كتيرة جوه البلوري سبيس يا اما الانكوتك بريجر قال فمش عارف اتخلص من كمية الفلود اللي موجودة جوه البلوري سبيس او يحصل حاجة اسمها استركشورال ابنورماليتي استركشورال ابنورماليتي دي يعني البرميابلتي بتاعة الكابيلاري وال زادت يعني ايه؟ البورز وسعد فبدأت تخرج فلود بكميات كبيرة بس هيه مش بتخرج فلود بس بما ان البورز واسعة فهتخرج فلود و حاجات تانية ماشي احطه دي في دماغكو عشان هنقول دلوقتي ايه الحاجات التانية دي ايه ممكن يكون تاني سبب للبلوري افيوجن حاجة اسمها امبيرد الليمفاتيك سيدرينج ايش معنى الليمفاتيك سيدرينج لان انا قلت ان الفيزرال بلورا بتروح سحبة شوية من الفلود اللي موجود في البروري سبيس ده وتروح موديها للليمفاتيك سيستم والليمفاتيك سيستم يرجعه للبلود وهكزا طب انا لو الليمفاتيك سيستم ده مضروب امبيرد فبالتالي مش عارف اتخلص من الكيميار اللي انا كنتو هتخلص منها فيحصل تراكم للفلود فيحصل معايا بلورال افيوجن يبقى اسباب البلورال افيوجن ايه؟ يقام امبالنس في الستارلينج فورشز يعني زيادة في الهايدروستاتيك او نقص في الانكوتك او يحصل انكريز في الكابيلة دي بيرميابيليتي او امبيرد الليمفاتيك درينج دلوقتي بقى عايزين نفرق بين حاجة اسمها ترانسيوديت وحاجة اسمها اكسيوديت يعني ايه ترانسيوديت؟ ترانسيوديت معناه انا لما الضغط بيعلى في الجسم يعني الضغط عالي جوه البلورال فيزل فالجسم بيحاول يقلل الضغط ده فهو بيحاول يقلل الضغط بيرمي فلود من البلورال فيزل في البلورال سبيس ماشي اول حاجة بيرمي ايه فلود في البلورال سبيس بيحصل امبالنس في الستارلينج فورسز ازاي؟ انا عشان ارمي فلود من جوه البلورال فيزل في البلورال سبيس ايه الكوة اللي بترميلي فلود؟ قوة الهايدرستاتيك فورس تمام وبما إن الضغط عالي فأنا مش عارفة أخذ فيليويد تاني من البروت فوريزبيابس اللي تراكم فيه فيليويد ده وروح مدخ harden البلايد فيزل تاني فعندي نقص في الأنكوتك بريجر يعني عندي زيادة في الهايدرستاتيك بريجر وعندي نقص في الأنكوتك بريجر فبيبدأ البروت فوريزل يرمي فيليويد جوه إيه جوة البروت فوريزبيابس دي معنى كلمة ترونسيوديد بيرمي ايه بيرمي فلاود only فلاود لان المشكلة مشكلة بضغط طيب على عكسه بقى الاكسيوديت الاكسيوديت سببه ان انا عندي حاجة اسمها tissue leakage يعني ايه بيليك بيليك يعني الpermeability بتاعة capillary wall او زادت يعني البورز واسعد الاخرام اللي فيها دي واسعد فبدأت تصفي فبتصفي ايه بتصفي فلاود وبتصفي معه بروتين تمام يبقى بتصفي ايه بتصفي فلاود وبتصفي معاه بروتين يعني الترانسيوديت بيرمي البلوت فيزل بيرمي ميا بس في البلوائس بيز انما الاكسيوديت بيرمي ايه بيرمي فلاود وبيرمي معاه ايه بروتين موجود بقى في نهاية المحاضرة جدا دول اللي عامل فيه مаксимان بين الترانسيوديت والاكسيوديت تمام اهو احنا قلنا الترانسيو ديت بيبقى فيه فليوود بس انما الاكسيو ديت بيبقى فيه فليوود مع بروتين فبما ان البروتين زايد في الاكسيو ديت فالاسبسيفيك جرافتي بتاعته زايدة فهتبقى اكتر من ولاستاשה وبالنسبة ل الترانسيو ديت هتبقى قليلة اقل من extraordinary قلنا برمي في الاكسيو ديت بروتين فهيبقى على البلورار فليوود بروتين هتبقى زيادة يعني اكتر من ثلاثة جرام انما في الترانسيوديوت هتبقى اقل. اه النسبة بقى بين البروتين ريشيو. بين البروتين في البرورال السيرام بيبقى في الاكسيوديوت اكتر طبعا. اكتر من النص. انما في ترانسيوديوت بيبقى اقل من النص. اه الالدي اتش بصراحة ما عندش تفسير هو ليه عالي في الاكسيوديوت. اه مش عارفة بصراحة. اللي هو الاكتيت دي هيدروجينيز. المهم ما نعرفه النوع في الاكسيوديوت عالي مع الحاجات اللي عالية. اه وكمان ايه ريشي بتاعه عالي. بنقول بقى اسباب ايه الترانسيودياتف بالوريفيوجي. بنقولنا اسباب الترانسيودياتف ان يبقى عندي زيادة في الهايدرستاتيك بريجر او نقص في الايه في الأونكوتك بريجر في حاجة كمان بيقول لك ان ممكن يتناقل اصلا شوية في الليود كده نقلين من البروتينيام اه في حالات البروتينية وحالات الاساتيس. ما علينا. المهم ما عندنا هو زيادة في الهايدروستاتيك ونقص في الانكوتك الحاجات اللي تزود للهايدروستاتيك بريجر طبعا انتو الكلام المكتوب ده طبيعي يبقى مش عليكو تفسيره فاحنا مش هنفسره احنا هنحاول نسكمها الحاجات اللي بتزود الهايدروستاتيك بريجر 2C و 2B اللي 2C حاجة اسمها وحاجة اسمها اللي 2B بريكارديال افيوجن وبلموناري امبوليزم يبقى 2C و 2B اللي 2C congestive heart failure وconstrictive cardiomyopathy والاتنين بيه precardial effusion و massive A pulmonary embolism طب بالنسبة لdecreased capillary oncotic pressure الحاجة اللي يتقل oncotic pressure في الكابلاري السيروز اش معنى السيروز السيروزز ده اللي هو تاليه في الكبد عشان في السيروز بيقل بروتين الالبيومين والالبيومين ده مهم جدا في البلود فلما البروتين ده بيقل في البلود فالoncotic pressure بيقل يعني الحاجة اللي هي نسبة البروتين في البلود قلت المال نيتريشن واحد مش بتغزه كويسة نسبة البروتين ولايه اللي عنده البروتين losing enteritis يعني enteritis دي اللي هو يعني عنده زي النازلة معاوية كده فبيحصل فيها lose A للبروتين بفقد فيها كمية بروتين كبيرة او نفروتيك سندروم ده مشكلة في الفيكاليا برضو بخرج فيها من الجسم كمية بروتين كتيرة فالحاجات اللي بتزود لي الهايدروستاتيك بريجر قلنا اتنين C و اتنين B conchistive heart failure هو constrictive cardiomyopathy والاثنين B barycardial effusion وبالموريار ايمبوليزم الحاجات اللي بتقللي الانكوتوك بريجر هي الحاجات اللي بيقللي فيها البروتين في الجسم زي cirrhosis والمال نيوتريشان والبروتين والنفروتيك A سندروم بسبب بقى الاكسيوديتف بلوري الفيوجن الاكسيوديت قلنا بيرمي في معي فليود وكمان بروتين اي حاجة ممكن تعملنا اي حاجة يعني بتزود لي زي ايه هنعرف نحفظ منهم اتنين مسلا هنقول النيمونيا مسلا والتيبي نيوبلازم مسلا نعرف الميزوس اليوم مسلا واللانج كانسر اي حاجة عارفه مسلا السيستيمك لو بس نعرفه روماتويد ديزيز او روماتيك فيفر مسلا ابدومينال بقى اه بنكرياتايتس اي حاجة اذر كوزز نعرف مسلا زي نعرف اتنين من كل حاجة امفكشن نيوبلازم اميون ديس اردر وابدومينال واظر كوزز بعد كده بقى ازاي اشخص عيان عنده بلور ايفيوجن حاجتين حاجات سيمتومز وحاجات ساينز السيمتومز دي اللي هي العيان بيجي اشتكي بيها لوقت انا بشتكي من كذا ودي بتعتمد على السبب اصلا بتاع البرور ايفيوجن سبق ترانسيوديت او اكسيوديت بقى اسباب كل واحد فيهم وكمان على الريد بتاع يعني هو بيحصل تراكم سريع للفليود ولا تراكم بسيط فالسيمتومز بتتقسم بتتقسم لي نو سيمتومز اصلا العيان ما بيجيش اشتكي من اي حاجة لو كمية الفليود دي قليلة او سلولي اكوميوليتد يعني بيتراكم بكمية قليلة او ممكن يجي اشتكي من ديزنيا الديزنيا مع عين هو مش قادر ياخد نفسه في يعني كمية الفليود حوالين كتيرة فضغط على فالعين مش قادر ياخد نفسه او ممكن يجي اشتكي من يعني ايه العين هيجي اشتكي من ان حد ما يكون يقول لك ايه في حد ضربني بسكينة في سدري او يقول لك انا حاسب حرقان رهيب هو بياخد ايه انسباريشن او اكسباريشن هو بيتنفس كده في حالات انفلاماتوري دوس أوردر انفلاماتوري لما بيحصل انفلاميشن وانا بتنفس باخد انسباريشن او بخرج اكسباريشن بتحصل حركة للبلورة بتحسن هو بيحتكب بعد كده فالحركة دي بتجيب له وجع رهيب فالسيمتومز بتتقسم لنو سيمتومز لو هو او ديزنيا مش قادر ياخد نفس لو هو إنما بقى لو فيه انفلاميشن هيجي يشتكي من بلوريتك شست ايه بي وبرضه ممكن يجي يشتكي من اللي هو ايه كحانش طيب بالنسبة للساينز الساينز دي اللي قلنا ان الدكتور هو اللي بيشوفها على العيال لما هيجي يكشف عم وبيقول حياة كمان ان الساينز دي مش بتبان الا لو الفلود بقى اكتر من 500 ايه ميلي بشوف الساينز ازاي بأربع حاجات انسبكشن بلبيشن وبركشن واوسكالتشن الانسبكشن ده لانا بشوفه بعيني البلبيشن ده لانا بحسله بايدي و ال اللي هو لما بخبط على صيدة العيان والاوسكالتشن اللي انا بسمعه ايه بالسمع اول حاجة الانسبكشن انا بشوف ايه بعيني بشوف حاجة اسمعها بالج يعني انا لو مسلا فيه شوية فليوت متراكمين حوالين الرئة اليمين. هلاقي ان مكان الفليوت كده فيه حتة عالية كده يامة الرئة اليمين. تمام. وكمان بيقول لك ان الشيست موفمينت بتديكريز. ليه بتقل الشيست موفمينت? لان لو فيه فليوت حوالين برضو الرئة اليمين هيبقى ضغط على الرئة شوية فالرئة مش عارفة تاخد نفس كويس. فهيبقى الموفمينت بتاحتها قليلة. طيب. بحس ايه بقى بالبالبيشن? بحس حاجة اسمها آآ اتراكية الشفت. اتراكية الشفت دي ازاي? بصوا. اهو. انا اتراكية عندي مفروض ان هي موجودة في النص. دي مش في النص استنى. اتراكية موجودة في النص. كده. فلو حصل عندي مثلا آآ كتير هنا هنا كده كتير قوي. ماشي? راح زائق لي اتراكية اليمة المعكسة. يعني لو عندي هنا كده تراكية تتزاق اليمة التانية. طيب. آآ في كلمة برضو مكتوبة تحت هي بيقولك ان بيحصل تراكية الشفت اكسبت لو فيه يعني يعني لو اللونج دي حصل فيها يعني بقت كشة كشة فمفاش هوا. فهيروح واخد المساحة اصلا اللونج كاتواخدها وهي مليانة هوا. فمشي يعمل شفت انجل التراكية. والله كلام عبيد. المهم. يبقى انها يحصل تراكية لشفت. آآ to the other a side. آآ حاجة اسمها التيفي اف. التيفي اف ده اللي هو التاكتايل فوكل فريمتاس. يعني ايه تاكتايل فريمتاس آآ انا في الفحص التاعي وانا بفحص العياني المفروض ان انا بطلب منه يقول رقم اربعة واربعين اربعة واربعين ويكرره وحطي ايدي على كل حتة من اللونج. واحس فيها بتاعت الصوت. الصوت بتتنقل وبحسها بايدي. طيب دلوقتي انا لو فيه شوية فليود حوالين لونج من الاتنين لونج. على اليمين مثلا. طيب انا بحط ايدي على على اللونج اليمين. هحس ان الفيبريشنز قليلا لان الفليود منع ان انا حس الفيبريشنز دي. طيب. الشست اكسبانشن بقى. قلنا هيقل. ليه هيقل? لان لو فيه فليود حوالين مثلا اللونج اليمين هتبقى ضغطة على اللونج شوية. فاللونج مش هتعرف تتنفس كويس. فيحصل ايه للاكسبانشن بتاعها. كده خلصنا البالبيشن. بالنسبة للبركاشن. هحس حاجة اسمها ستوني دولنس. احنا في البركاشن اصلا انا بغبط على حاجة المفروض يا اما بسمع ريزونانس. اللي هو بيقولك ان اللي تحت ايدك ده هوا. يا اما بسمع ضلنس. يعني اللي تحت ايدك ده يا اما فليود. يا اما ايه صولد. فبما ان انا عندي فليود. عشان البرور الفيوجين فليود. فهسمع ايه? هسمع ضلنس. اخر حاجة الاسكالتيشن. بيقولك انه عندي دي كريز دي الفيزيكولار بريس. ده عبارة عن الصوت اللي انا بسمعه بالسماعة. اا على الشيستو كلها. على على العادي. ما بحط الصوت لا بسمعه وانا بحطة سماعة اسمه فبما ان في مية حواليه فهيقل وانا سماعيه. فهيقل الفيزيكولار ايه بريس. وبيقولك برضو هيقل البرونكيال بريس. البرونكيال بريس ده برضو الساوند اللي انا بسمعه بس على ايه بقى? بسمعه على البرونكاي فوق. فبرضو هو كمان هيقل. في حاجة كمان بقى بيقولك فيها انه ممكن بقى ما حاجة اسمها اجوفيني. اا كلمة اجوفيني دي معناها? اا بصوا. اهو. مسلا اهو. تمام? فانا ماجي اا 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 اتنقل من بسمعه هنا كده من الصوت قليل. وبسمعه هنا الصوت عادي. منطقة الانتقل من الفليود للاير دي بيحصل فيها زيادة في الصوت كده. اسمه ده اسمه ايه? اجوفيني ده. وبقى معايا كمان ايه? الانتقل بيكتشور بتاع الكوز. يبقى تاني اا البشخص ازاي عيان اا بالسيمتمز والساينز. السيمتمز اللي هي الشكوى اللي بيجي يشتكي بها العيان. ممكن يشتكي من ما فيش حاجة خالص ما يشتكيش من حاجة خالص لو هي كمية الفليود دي قليلة. او بتاع الاكمليشن بتاعها قليل. ممكن يجي يشتكي من ان هو مش قادر ياخد نفسه لو هو الافيوجن لارج. وممكن يجي يشتكي من بورتيكشيست بين اللي هو بيتحس ان هو حد بضربه سكينة في صدره او بيه من حرقان جامد اوي. لو فيه ايه? الساينز بقى اللي الدكتور بيشوفها على العيان. بيتقسمه الانسبكشن وبالبيشن وبركشن واسكالتيشن. في الانسبكشن بشوف ايه? بشوف حاجة اسمها بلج. البلج ده سببه ان الفليود مكانه عامل ايه? مخلي الرئة مرتفعة شوية او المكان بتاع الرئة مرتفعة شوية. وبيبقى عندي لان الفليود بقى ضغط على الرئة شوية فها مش قادرة تتحرك. بحس بالبالبيشن شيفتنج للتراقية الا لو في حالة لانجو كولابس ما للتراقية ما بتبقى شيفتن. طيب التقطير الفوكال فريم تصلوها الفيبريشن زي انا بحسها دي بتبقى قليلة. طيب بالنسبة للشيست اكسبانشن بيقل. البركشن بقى بسمع ايه? ستولي يضال نس عشان ده ايه? في الويد وفي الاسكالتيشن بيقل وبيقل وممكن كمان العيان بيبقى عنده بتاعة ايه? بتاعه سواء كان او غيره. الانفستيجيشنز بقى بتاع انا بعمل اه حاجة من تلاتة. يا اما بعمل اه بانواحة كلها. يا اما بعمل حاجة اسمها اللي هو انا باخد عينا من الرقة. من الفليوت ده. يا اما باخد ايه? باخد بايوبسي. عينا اصلا. ماشي. اول حاجة بقى هي الحاجات اللي انا بصور بيها الشيست. انا بصور الشيست بايه? بصور الشيست. يا اما بشيست اكس ريي. عادي جدا. يا اما بصور بسي تي. يا اما بصور بايه? بالترا ساونت. تمام ايه? اول حاجة الشيست اكس ريي. على حسب نوع الايه الفيوجن ده. لو هو كان آآ اماونت. اللي بيحصل? بيحصل ابلتريشن الكوستوفرينيك انجل. فين الكوستوفرينيك انجل? المفروض اهي دي الانجل اهي دي الانجل. انا شايفة الانجل فيها ايه? فيها فليو ده. مفروض ان هي ظاهرة بالشكل ده. دي الانجل ظاهرة هي. انما هنا الفليويد مغطي على الانجل دي. فبيحصل ابلتريشن الكوستوفرينيك انجل والاوبريتشن ده ما بيحصلش الا لو اه في حوالي تلتميت ميلي او اكتر من الايه من الفليوت. ده لو سمول امامونت. طيب لو الامامونت دي زائدت بقى. بقيت لارج امامونت. ايه اللي بيحصل لو لارج امامونت? بيقولك بيحصل اه اوبريتشن برضو الكوستوفرينيك انجل. وبيحصل كمان للفليوت ده. بيعمل حاجة اسمها يعني ايه? المفروض ان الكوستوفرينيك انجل موجودة هنا كده. فحصل لها اوبليتريشن زي ما احنا شايفين كده. وكمان الفليوت طلع لحد ما عمل لي ما يسمى انا مش شايفة اسات خلص بصراحة بس هو اسمه كده. اسمه ايه بيحصل فيها اه اوبليتريشن للكوستوفرينيك انجل. ولو بيحصل فيها اوبليتريشن للانجل. وبيحصل فيها كمان حاجة اسمها طيب. لو حصل بقى يعني زاد جدا. بيعمل ايه يا ستي? الماثف ايبيوشن اهو. بيعمل اهو. تمام? وبيعمل شفت يعني ايه? اهو كل ده في اليمة دي. فراح عملي شفت كده. يعني شايف الهارت بقى فين? اتنقل. زق. الفليوت هنا كده كده كتير قوي. فراح زق الهارت هنا كده. ماشي. اه وهنا برضو نفس الكلام اهو. ادي كل ده عمل برضو شفتنج للايه? الميديا ستاين. تمام? في حاجتين كمان هما انسيستد بلورال افيوجن وفيشار افيوجن. يعني ايه? انسيستد بلورال افيوجن. انسيستد بلورال افيوجن معناها ان فيه سيست. المفروض ان هي دي ايه مش واضحة خالص في الصورة. بس المفروض ان فيه حتة كده شبه كيس كده جوا ايه? اه شوية بيقولك ان يبقى شكلها تمام? او في اه 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 احنا عارفين ان ان الكل بتتكون من ان بين اللوب والتاني فيه في حتة كده دخلة سنة الجو. فممكن يتجمع فيها فلاود. اهي. بتبقى شكلها ايه? تشبه اه اه كده او او يبقى سريعا كده في الاكس ري بشوف ايه? لو بشوف ولازم تبقى كمية الفلاود اقل حاجة تلتميت ميلي. لو لارج افيوجن بشوف برضو البلتريشن الكوستوفرينيك انجل وكمان حاجة اسمها الاس اس شيفد كيرب. لو الفلاود زاد وبقى ماسف افيوجن هلاقي توتال اوباسيفيكيشن في اليمة بتاع اللانج اللي فيها افيوجن ده. وفيه شيفت كمان ايه للميدياستاينام. لو فيه انسيست دولار افيوجن هلاقي حاجة شبه دي شيفد كده وجواها افلاود او الفيشار افيوجن بقى فيه او اوفل ايه وباسيفيكيشن اراوند ايه الفيشار. بعد كده عندي السي تي. اه الفكرة في السي تي هي الاشعة المقطعية. انا بشوف فيها ايه? اه بيقول لك هي هي زي ما وضحة في الصورة ايه. ادي فيه ده او. وفيه ده او. ماشي. فهي بيقول لك هي بتساعد ان انا اعرف اذا كان الشيست الزيز ده اه او الشيست افيوجن ده او انسيستن. يعني هل هو محاط بي سيست ولا هو فري. تمام. اه بعد كده الاولتراساون. اه الاولتراساون برضه اهو السونار ادي الفيليو ده اهو. هو دي اللونج. مفيش فيها مشكلة. بيقول لك هو بتدكد حوالي مية ميلي من الافيوجن. وبتساعدني ان انا احدد مكان الافيوجن ده. لو انا كمان عايز اعمل حاجة اسمها هناخد كمان شوية الحاجات اللي أنا بصور بها هي الاكسرية وقلنا بشوف فيها ايه والسي تي بتفرق لي هو فري ولا سيستيد افيوجن والالترا ساوند بتشوف لحد ميت ميلي من الافيوجن وبتساعدني كمان ايه لو أنا هعمل تاني حاجة في الدياجنوزيس هي الدياجنوزيك اصبايريشن الفكرة فيه ان انا بدخل بابرة اهو وبروح سحبة شوية ايه من الفلاود زي برضو الصورة دي وباخد الفلاود ده بقى ابعته يتحل تمام اخيرا هي البلورر بايوبسي كمان انا عايزين نقول في الدياجنوزيك ان انا بستخدم فيه الايه الالترا ساوند البلورر بايوبسي بقى انا لو معرفت الشخص بالحاجات اللي فاتت لا بإكس ري ولا بسي تي ولا بألترا ساوند ولا بكل الحاجات دي ولا حتى بالأصبايريشن هروح عامل ايه بلورر بايوبسي اخش بقى اخد عينة البيوبسي دي ممكن تبقى كلوزد وممكن تبقى اوبند كلوزد بستخدم فيه حاجة اسمها ابرهام نيدلز او ثراكوسكوبك بايوبسي ثراكوسكوبك بايوبسي يعني اسمها ايه دي بالمنظور ماشي الابن بلورر بايوبسي بقى بعمل مانيمال ثراكوتومي يعني بفتح فتحة كده في الشست وبخش بقى بقى باخد ايه عينة انا قلنا الجدول ده بعد كده عندي تريتمنت اعليك ازاي عيانة عنده بلورر ايفيوجن سهلة جد هشوف السبب ايه وعالجه هعمل بلور اسبيريشن يعني هشيل كمية من الفلاود لو العيان عنده ديزني عشان هشيل الضغط اللي على اللانج بتاعتي والعيان يقدر يتنفس يقام هركب انتركوسكال تيوب انتركوسكال تيوب دي يعني هي تيوب كده متعلقة متوصلة بكيز بيفضي فيها الفلاود اللي بيتراكم ده امتى بركبها لو في حالة رابط الكل ما شيله يرجع تاني كل ما شيله يرجع تاني فهركب له تيوب بها عشان هتخلص منه عطول او بيقولك لو البيئتش بتاعته اقل من ساعة وثمان عشرة ما عنديش معلومة بصراحة لها في حالات الامبييمة طبعا لو بص لازم افضيه وفي حالات الهيمي سوركس والكايلو سوركس والهايدرو نيمو سوركس يعني اي حاجة غير الفلاود في بلود مثلا في كايل مثلا فيه فلاود وفيه هوا لا لازم اتخلص منه وفي حاجة اسمها البلورو ديزيز البلورو ديزيز دي معناها ان انا بحقن مادة كده حاجة زي بتعمل كده في عشان تروح الاتنين بتوع البلورو لازقين في بعض فما يبقاش فيه اصلا تمام فما يتكمعش فيه لو بيحصل وحاجات كمان تمام يبقى تاني بعمل ايه بعالج السبب بتاعي بعمل لو العيانة عنده ديزني عشان اقلد الضغط على ويقدر ياخد نفسه بركب تيوب لو فيه رابد لأكوميليتد أو في حالات والبي اتش بتاعي قلل من 7 و 2 من 10 أو لو فيه ام بايما بس لازم طبعا نتخلص منه أو هيموسوركس أو غيره اخر حاجة ان انا بعمل بلورو ديزيز ان انا بحق المادة كده في البروري سبيس فالبروري سبيس اصلا مبقاش موجود في حالات والماليجنامسي بس كده يا رب تكونوا استفدتوا من المحاضرة